وجه مجلس أمناء الحوار الوطني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود الحسيسة المبزولة في ملف العفو الرئاسي وتولي الإفراجات خلال الفترة الماضية وخلال الجلسة الحادية عشر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب قرر مجلس أمناء الحوار الوطني استمرار العمل للانتهاء من جداول الأعمال حسب خطة العمل المقدمة من محاور الحوار الوطني السلساء وذلك ضمن الانعقاد الدائم للمجلس الذي تم الإعلان عنه في الاجتماع الأخير واستعرض المجلس الأسماء المرشحة للمشاركة بجلسات الحوار من الجهات المتعددة كما استعرض ما تلقاه من خطة العمل في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية والمقترحات التفصيلية المرتبطة بها موضوع جلسة اليوم كان هو مناقشة أو استعراض الترشحات التي وردت من مصادر مختلفة سواء من أعضاء مجلس الأمناء أو الأمانة الفنية أو المقررين والمقررين المساعدين للجان العامة أو المحاور العامة والجان الفرعية أو من مصادر أخرى خاصة أو بما فيها المبادرات المباشرة التي جاءت من شخصيات عامة أو غيرها المجلس اليوم استعرض كل هذه الترشحات ودر نقاش واسع حول مدى كفاية هذه الترشحات هل سوف يتم يعني كيف سيتم الاختيار بين هذه الترشحات وتوزيعها على مختلف اللجان هذا الاجتماع لمجلس الأمناء ثاري جدا جولة في اللجان بشكل عام اقتربنا من المراحل أو النهائية للجلسات الإجرائية استعدادا لبدء الجلسات الرئيسية للحوار الوطني النهاردة استعرضنا العديد من السيارة الزيتية والأسماء لاختيار المتحدثين طبعا الترشحات المتحدثين جاءت من مختلف سواء مجلس الأمناء أو المقررين العموم أو المقررين المساعدين أيضا تم وضع بعض المعايير لعقد جلسة موسعة أكثر توسعا لاختيار الأسماء ومن خلال هذه الترشحات المختلفة